علمت أن كفرة القتل الخطأ هي صيام شهرين متتابعين وأنا منذ حوالي عامين صدمت أحد المشاه بسيارتي وقد مات هذا الشخص متأثرا بتلك الصدمة وقد تم بيني وبين أهل القتيل الصلح بدفع نصف الدية وقد دفعتها في حينها والسؤالي هو هل علي أن أصوم شهرين بعد أن دفعت الدية أم لا وهل يجوز أن أؤخر صيامهما حتى تتاح لي الفرصة خاصة وأنني الآن كثير المشافل وإذا لم أستطع الصيام فماذا أفعل أفيدون مشكورين لا شك أن القاتل خطأا تلزمه الدية والكفار تلزم الدية في قتله على العاقلة على عاقلة القاتل وتلزم الكفار في ذمة القاتل قال تعالى ومن قتل مؤمنا خطأا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا يصدق إلى قوله فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله كان الله عليما حكيما فأوجب سبحانه في قتل الخطأ شيئين الأول الدية وهذه تكون على عاقلة القاتل خطأا والثاني الكفار وهذه تكون على القاتل والكفارة تتكون من خصلتين الأولى عتق الرقبة إذا كان يستطيع إذا وجد رقبة واستطاع اعتاقها وجب عليه ذلك ولا يجزيه غيرها فإن لم يجد رقبة أو كانت الرقبة موجودة ولكنه لا يستطيع اقتصاديا اعتاقها فإنه يصوم شهرين متتابعين وليس هناك شيء ثالث في هذه الكفارة إن ما هي الاعتاق؟ فمن لم يستطع الاعتاق فإنه يصوم شهرين فيلزمك صيام شهرين متتابعين وقد استقر في ذمتك ويجب عليك المبادرة بأدائهما مهما أمكنك ذلك ومهما واتت الظروف وحتى وأنت في العمل العمل لا يمنع من الصيام تصوم وأنت تعمل ولا يمنع هذا من الصيام لأن تأخير هذا الواجب في ذمتك يخشى أن يعرض لك عوارض فتبقى هذه الكفارة في ذمتك وتسقل كاهلك واجب عليك الإسرع بتفريغ ذمتك وإبرائها من هذا الواجب العظيم